جهود دعوبة تقوم بها مصر لتطوير المحافظات وتحديد البنية التحتية بها عبر مشروعات متنوعة وتأتي محطة مياه أبو سليم كأكبر محطة لمياه الشرب بمحافظة بنسويفة على رأس تلك المشروعات في إطار حرص القيادة السياسية على تقديم كافة الخدمات للمواطنين وحرصها على صحة الإنسان وتقديم كل ما يحتاجه في كافة القطاعات المختلفة تم إنشاء محطة مياه أبو سليم ببنسويفة بطاقة صمية المحطة ألف لتر سانية تم تشغيل المحطة المرحلة الأولى منها بطاقة ألف لتر سانية وتأخدم 30% من مدينة بنسويف و70% من المركز بنسويف 70% تتمثل في أربع وحارات محلية وحدة إهناسيا وحدة ناسر خضرة وحدة بشنة وحدة بليفيا وحدة شريف باشا عندنا المياه بتجينا من النيل بنحن الكبابة اللازمة تخشها على محطة المرويقات بعد كده الترشيح أو مرحلة المرشحات ثم الخزان الأرضي ومنها إلى تخرج للمواطن تعد محطة أبو سليم من أكبر محطات مياه الشرب في المحافظة والتي تم إنشاؤها ضمن خطة الدولة لتلبية احتياجات المواطنين وتحسين جودة الخدمات في قطاع مياه الشرب فالطاقة التصميمية للمحطة تصل إلى ألفي لتر في الثانية تعمل الآن المرحلة الأولى ألف لتر ثانية بتخدم 30% من المدينة و70% من القرى بتخدم أربع وحدات محلية المحطة تعمل في المرحلة الأولى حاليا بطاقة ألف لتر في الثانية وتعمل المحطة بكفاءة عالية لخدمة 30% من أهالي مدينة بنسويف و70% من أهالي المركز ومنهم أربع وحدات محلية وعدد من القرى الأخرى فالمحطة تخدم ما يقرب من 300 ألف مواطن المحطة تعمل على مدار 24 ساعة لتوصيل كوب مياه نظيف إلى المواطن حيث تخضع المياه المنتجة داخل المحطة على مدار الساعة للرقابة من قبل معمل المحطة والمعمل المركزي بالشركة ببنسويف والمعامل المركزية بالشركة القابضة ووزارة الصحة حتى تكون المياه آمنة ونظيفة للمواطن المصري